السلام عليكم هاي القصة من سلطنة عمان وتحياتي وتقديري لكل متابعيني من سلطنة عمان الحبيبة ولكل المتابعين الأعزاء قبل ما أبدأ في القصة أتمنى منكم الاشتراك في القناة ولايك لهذا الفيديو بارك الله فيكم القصة يا أخوان حدثت في عام 2019 هذا في شخص ينقال له جمعة جمعة هذا في منتصف الأربعينيات 45-46 سنة ويشتغل مدير مدرسة مدير مدرسة ابتدائية في ولاية السيب اللي تابعة للعاصمة مسقط وجمعة هذا إنسان بسيط عادي ومتزوج من امرأة ينقال لها مهة مهة هذه ربة منزل يعني مش موظفة ما هي موظفة بتشتغل بهالبيت تقوم في الأعمال المنزلية وتقوم على رعاية زوجها وهذا جمعة ساكن في بيت ورث من أبوه أبوه كان عايش معاه في هذا البيت وأتوفيه قبل كم سنة وأتورث هذا البيت وساكن فيه هو زوجته فيه عنده أخت اسمها أنهار أنهار هذه كانت متزوجة وتطلقت من زوجها في عام 2018 وجدت سكنت مع أخوها في هذا البيت اللي هو ورث الهي والأخوها وأنهار تشتغل مدرسة في مدرسة ثانوية تدرس مادة الأحياء وأنهار بهالوقت عمرها أربعين عام أصغر من أخوها بخمس سنوات وأنهار هذه قمة في الأخلاق محترمة هادية تتصرف بحكمة يعني لما توصل سن الأربعين إن كان رجل ولا امرأة يعني سن الرجل اللي هذا اللي يوصله للإنسان يكون حكيم يكون تصرفاته يعني يعد للمليون قبل ما يتصرف أي تصرف فكانت هذه أنهار قمة في الأخلاق هادئة ما تتصرف تصرفات عن عباث يعني في الأربعين سنة جمعة وزوجته الله ما أرزقهم لا أطفال ولا بنات ما يعني سبحان الله ما الله أرزقهم ولما جدت سكنة أنهار مع أخوها وزوجته بدأت المشاكل وكانت هذه مهة مسيطرة على زوجها يعني زوجها ما له تشلمه في البيت نهائيا روح روح تعال تعال تقول له الشرق غرب يقولها تمام مثل ما يقولون أنه إحنا يصلي على شليلها شنو ما تقول له يسوي فلما جدت الأخت هذه اسكنت عندهم في البيت بيت يعني إلها حق فيه مثل ما أخوها له حق ورث من أبوهم اللي توفى أو بدأت المشاكل وبدأت هذه مهة تختلق المشاكل مع أنهار هذه أنهار تروح على دوامها وترجع يعني ما تسوي مشاكل وما هي رأيية مشاكل هي من الأساس وامرأة عاقلة يعني ولكن هذه مهة يعني مهم خليتها بحالها وفي يوم من الأيام أمسكت زوجها قالت له تعال له هنا يعني أنت لازم بتلاقي لي حلة مع أختك هذه شلون ما شلون قالت له يعني أنا مضايقة منها وهي مو كويسة وهي مو كذا قالت طيب شنو أسوي فيها يعني أختي هذه وأنا ما أقدر يعني أنا حق بهذا البيت مثل ما أنا لي حق البيت ورث هذا من الوالد الله يرحمه قالت له ما أعرف دبر أمورك استأجر لها شقة استأجر لها ملعق استأجر لها أي شيء المهم أنه ما تضل عندي أنا ما أقدر أني أسكن أنا وياها قالها أختي هذه يعني أنا ما أقدر أسوي يعني وين أزلتها بالشارع قالت له ما أدري قالها لا أخلص أنا راح أحكي معاها وأخليها تحترمش وأخليها تقدرش وكذا وما تغلط عليه قالت له أنت وعدتني تشهير لأنه هي كانت قول دائما تسوي المشاكل هذه تفتعلها وتشتكل أخوها على أساس أنه أنهار هذه هي اللي تسوي المشاكل وهي اللي السبب الأزمة اللي صايرة في البيت فقالها خلاص أنا راح أتكلم معاها وما تكونين إلا مبسوطة فهذا الرجال مثل ما قلنا يعني ما ألو شلم بالبيت ولكن يعني أخته بالنهاية فراح قالها يا أنهار يعني هاي زوجتي وهي كذا يعني طولي بالت عليها فأنهار تقول له يا أخي والله أنا ما أقرب عليها ولا يعني أتحاشى أني يعني أختلط معاها أو شي إلا للضرورة يعني بس ولكن والله زوجتي حاطة دابها من دابي قالها طولي بالت وما علي وانت الكبيرة والعقل منت وكذا وفي يوم من الأيام قاعدة أنهار قاعدة تفرج على التلفزيون وتحضر أحد المسلسلات ولا بدخلت زوجة أخوها مه وبسكت جهاز التلفزيون ريموت كونترول وغيرت عن المحطة ليش غيرتي يا مه أنا قاعدة أتفرج على مسلسل مسلسل تركي ومتابع هذا المسلسل أنا ليش غيرتي عنه قالت والله عاجبش أهلاً وسهلاً ما عاجبش روحي أطلعي من البيت وبعدين هذا التلفزيون تلفزيوني وبعدين أنا ما أحب أتفرج على المسلسلات التركية هذه يعني تساوي تفسد الأخلاق وكذا يعني أنا أحب أتفرج على عالم الحيوان يعني وتنظر على أنهار أنه قصدها أنه أنه هي الحيوان شنو تقولين شنو قصدت شنو احترمي حالك تشلمة من أنهار تشلمة من مهة مسكن بعضها بشعر بعضها قامت الساعة هاي تصيح وهاي تصيح صارت مشكلة إلها أول ما لها آخر لما نجه الرجال اللي هو جمعة وهذه ماها بسودة يعني نكشة عساس تمسكها على أنهار وتشتكي الجمعة رغم أنه جمعة ما قلو سيطرة ما قلو أي شلمة بالبيت أختك هذه طقتني ضربتني ما قلت لي شنو سوت بي لازم تلاقي حل لازم أنا معد أقدر أقعد معاها يا أنا يا هي بهالبيت يا عيني يا كذا قال شنو تقول لي يا عيني أنت يعني هي يعني ولا إلو قيمة عندها ولا اعتبار نهاي قالها طيب شنو الدبرة شنو الحل يعني شوري علي شنو أسوي بها قالت له الآن أنت صرت تتكلم مثل أرجال الآن أنت عيني شنو نسوي قالت له بكرة وإن نروح مشوار أنا وياك عشان نلاقي حل وين نروح شنو نسوي قالت له معليك بكرة وإحنا رايحين أنا أقول لك أو بالفعل نناموا هذاك اليوم وثاني يوم ومن الصبح تركب مها هي وزوجها وهم رايحين على الطريق مها هذه عندها أخت موظفة في أحد مستشفيات الطب النفسي بتشتغل موظفة إدارية أختها هذه راحت لعند أختها هي وجمعة وقالت لها ودي تسويلي ملف الأنهار إنها مريضة نفسية وفعلا تقوم الأخت تسوي ملف وأنه أنهار مريضة نفسية وعندها انفصام بالشخصية وعندها فوران عصبي ووجودها بينها الناس العاديين وفي المجتمع يشكل خطر على المجتمع والناس هذه اللي حواليها ويشكل خطر على نفسه ممكن أن تسوي بنفسها شي أو أنها تقتل حدا أو تسوي شي فسووا هذا الملف كامل ووقع عليه جمعة بما أنه هو ولي أمرها ووقعت عليه أيضا هذه مها بما أنها ساكنة معاها كشاهدة وراحوا وقدموا بلاغ للشرطة أنه هذه ما يصير أنها تظل عايشة بين الناس لازم أنها يعني بحاجة إلى رعاية ومتابعة ومراقبة في أحد المستشفيات اللي يتعالج المرضى النفسيين ورجعوا على البيت شوي ولا جاي دورية شرطة وجاي الأمبلانس اللي هو سيرت أسعاف ودخلوا على البيت وخذوا أنهار أنهار متفاجئة شنو هذه يعني ممكن غلطانيا ممكن يعني شنو في وجمعة يضحك ومها تضحك وهذه مها مصدومة يعني شنو يعني خربطين أنت وأنا ما فيني شي لاني مريض ولا شي وفي شرطة يعني في شرطة بالموضوع رجال أمن مع الدورية وقام وخذوا أنهار على المصح هذا اللي هو المستشفى اللي يعالجون في المرضى النفسيين ومها عفوا أنهار مصدومة جدا يعني شنو اللي صير فهموني بس أنه شنو هذا يعني يعني ليش يجبتوني يعني شنو سوي أنا فيقولها معقولة يعني مريض نفسي أو مجنون ويسأل ووده جواب وكذا أنت مريضة نفسية وبحاجة إلى رعاية يا عمي أنا ماني مريضة أنا كذا فيعني تعرفون أنت والمرضى النفسيين بعض الأحيان يكون صارحي ما في شي يعني ولكن بعض الأحيان يقلب ويصير إنسان غير طبيعي فقالوا ممكن الآن أنها تكون يعني يعني صاحة ولكن يعني بشدة الصدمة اللي واقع فيها أنهار وأنها معقولة أنا مريضة نفسية أنا تتبشي وتصيح وكذا قاموا وضربوها أبرة مسكن ومهدئ وحطوها مع المجنين اللي ما عندهم عقول نهائيا هذه تصحى تلاقيها المجنين هذا يتجقم عليها وهذا إذا يجي يلعب شعرها وهذا النسوان يعني اللي معاها هذه تضحك عليها هاي تنطمن حدها هذه المرأة يعني خل عقلها ترجع تصيح وتبكي وتفزع يرجعون يضربونها ابنة مسكن ومهدئ وتحط رأسها وتنام وهذه مستشفيات الطب النفسي يا أخوان الله لا يدخل حدا عليها يعني تخيل إنسان صاحي يعني إنسان الصاحي لما يدخل يعني ما حد يرد عليك هناك حتى لو لو أنت صاحي ما حد يرد عليك وأن هذا مجنون مسوي حاله صاحي فما حدا يعني ما حدا لحدها كانك تحكي مع حيطان يعني ما حدا يرد عليك وهذه المسكينة هالمجنين حواليها وهذا يضحك وهذا مدرش يسوي وهذا جننوها بزيادة ومرتها الحالة عليها يعني لا حول ولا قوة الآن شنون اللي صار اللي صار مديرة المدرسة اللي داوم فيها أنهار انشغل بالها على أنهار المعلمة اللي أنهار كانت يعني من المعلمات المتميزات في عملها واستغربت غيابها المتكرر هذا لعدة أيام أسبوع عشر تيام بدون إذن بدون كذا زميلات المعلمات حاولت المديرة أنها تتصل على رقم أنهار أكثر من مرة يعني كل يوم تتصل كل يوم تتصل بس ولكن الرقم غير متاح مغلق فشنو سوى أخوها أو زوجت أخوها لما أخذوها يعني طلعوا الشريحة من التليفون وزدتوها وخلوا التليفون بالبيت فلما تتصل المديرة خارج التغطية فمن خلال الملف ملف الأنهار الموجود فيه المدرسة الموجود فيه رقم تليفون البيت وقامت اتصلت على تليفون البيت أردت الزوجة زوجة جمعة قالوا مين قالوا مو هنا بيت أنهار قالوا لا مخربت مخربت أنت بالرقم وسكرت التليفون رجعت مديرة المدرسة اتصلت مرة ثانية لما فتحت التليفون قالوا يا عمي مهين بيت أنهار قالوا يا عمي ما قلنا لكم مخربت بالرقم وسكرت التليفون فانشغل بالها المديرة يعني وين استعيل مخربت يعني نفس الرقم هذا الموجود ففي الملف نفسه موجود أيضا عنوان عنوان منزل المقيمة في أنهار خذت العنوان وفي نهاية الدوام بعد نهاية الدوام ركبت سيارتها وراحت على البيت على العنوان لأنها يعني من باب المعزة وإنسانها محترمة جدا اللي هي أنهار فقالت لازم أعرف شنو ظرفها يعني شنو صاير عليها بالفعل لمواصلة البيت ودقت الباب الزوجة والزوج ما كانوا موجودين طلعت الخادمة الخدامة الموجودة عندهم في البيت وين ماما أنهار وطبعا الخدامة هذه كانت شايفة يعني قدامها شنو اللي صار واجت الشرطة واجت سيرة الأسعاف واخذت أنهار فقالت لها ماما أنهار اجا بوليس واجا يعني انها مريضة وراحت مستشفى بس يعني ما بعرف أنه ماما أنهار أنه ما في مخ يعني حرام ماما أنهار فالمديرة تقول يعني بينها وبين حالها تقول يعني معقولة أنهار المعلمة يعني معقولة مجنونة يعني شنو اللي صار عليها وما حبت أنها تدخل في الموضوع بما أنه في شرطة وفي مستشفى وفي كذا فيعني قامت رجعت على المدرسة وبالها عند المعلمة أنهار أنهار فيه الها خال والخال هذا كان يعني يتصل عليها كل فترة والثانية يطمن عليها وعلى أحوالها فكان خلال الفترة اللي مرت الأسبوعين زمان هذول اللي مرن يمتصل عليها أكثر من مرة ولكن ما في جواب ما حدا يجاوب والتليفون مغلق فبصد همار من حد المدرسة ويعرف هو المدرسة اللي درس فيها قال خليني أمر أشوفها أو أسأل عنها أشوف شنو اللي صار عليه ليش ما ترد على التليفون والتليفون مغلق بل كي انها غيرت رقم التليفون يعني علي عليها والله كنت مار منها حد المدرسة وقلت أسأل عنها وأطمن عنها قالت له أنهار أنا رحت عليهم على البيت وصار لها فترة 15 يوم غايبة ولما رحت على البيت قالولي طلعت علي الخادم وقل لي ماما أنهار ما في مخ ماما أنهار راحت مستشفى واجهى شرطة واجهى ففي ما أدري وخلوقة وعقل وكذا يعني ما أدري شنو اللي صاير فهين قام الخال عرف أنه في شيء مطبيعي وقام يتصل على جمعة جمعة مايرد عليه فشنو أدري يسوي قام صار راح يسأل هين وهين يسأل يعني عن وين اختفت وين راحت يعني فعرف أنه بعد عدة محاولات عرف أنه أنهار داخل مستشفى الطب النفسي في السيب استغرب أنه أنهار مجنونة يعني مستحيل فلما راح يعني سأل عنها في المستشفى وقال بالفعل جابوها قبل فترة وهي تعاني من بعض الأمور وكذا يعني حالتها النفسية سيئة قام الخال عرف أنه في مؤامرة وقام راح على أحد مكاتب المحاماء ووكله محامي شاطر وبما أنه الشغلة فيها ورث وبيت وهو كان الخال على اطلاع من خلال اتصالاته ومتابعته لأنهار يعرف أنه في مشاكل بين زوجة جمعة وأنهار فوكل محامي وبدأ هذا المحامي يعني في نكش هاي القضية ومتابعت أمر أنهار وتم عرض أنهار على لجنة ثلاثية مثل أطباء يعني وفحصوا أنهار وبعد عدة جلسات تبين أنه أنهار ما تعاني لا من إفصام شخصية ولا من أي مرض نفسي ولا عندها أي مشكلة قاموا هنا بعد عدة جلسات محاكمة طبعا ألقوا القبض على جمعة وزوجته وقدموهم للمحاكمة وتم الحكم على جمعة أخه أنهار بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال عماني وعلى زوجته مهى بالحكم لمدة سنة بتهمة المشاركة في هذه القضية طبعا جمعة الحكم عليه كان بسبب أنه تزوير أوراق رسمية وأنه هذه قضية تلفيق وأيضا تم الحكم على أخت مهى الموظفة الإدارية في المستشفى الطب النفسي بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية أيضا أربعة آلاف ريال عماني ورجعت أنهار طلعت من المستشفى الطب النفسي هذا ورجعت تمارس حياتها طبيعية ورجعت سكنت في بيتها ورجعت إلى دوامها في المدرسة يعني والله ما يدري الواحد شلون يعني هذه الناس تفكر شلون توصل لهالمرحلة كيف يعني تكيد البعض ها المكائد وهاي الفكرة يعني ما تخطر على بال إبليس وبعض الناس يقول لك يصير وما يصير لا كل شي يصير بما أن هاي موظفة في مستشفى الطب النفسي فقدرت بطريقة ما أنها تحصل على التوقيع اللازمة ولا حول ولا قوة إلا بالله كانت هذه نهاية القصة لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات على الكل لتصلكم كل القصص القادمة واللايك لهذا الفيديو بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة